هذا المبدأ طوق نجاة لهذه الطائفة وبينما أن الأمر كان مسألة موت أو حياة فكان من الضروري تفعيل التقية في من إبطال الحقيقة وإظهار عكسها فأصبحت بذلك عقيدة أساسية كالقيام بفريضة الصلاة والصيام والحج حيث جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلس عن النبي قال تارك التقية كتارك الصلاة مثل هذا الحديث عن النبي من الطبيعي ألا يقبله بعض أهل السنة كحديث صادر عن النبي ويتهمون الشيعة بالنفاق والكذب